أكدت وزارة الصحة على تسجيل 106491 مواطنا من منتفع منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبدالغفار لوحدة طب أسرة رأس مسلة في جنوب سيناء فور وصوله للمحافظة ضمن جولته الميدانية لعدد من المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة للوقوف على معدلات التطوير والإنجاز في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضم المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل لست محافظات هي الإسمائلية والأقصر وجنوب سيناء وفورسعيد والسويس وأسوان